موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من يحكى أن من التلفزيون المصري القناة الأولى بتشرف أن يكون موجود مع حضراتكم كل يوم سبت على مدار حلقات سابقة كتير يعني عددها كبير يعني يمكن سبع حلقات أو تمن حلقات قدمنا لحضراتكم ملف كامل متكامل عن كل ما يجب معرفته عن الحمل والملف ده الحقيقة اللي استغرق عدد كبير من الحلقات كان فيه ضرورة أن احنا نعمل هذه الحلقات لأن فيه كم أسئلة كبيرة جدا جدا كانت بتجيلنا سواء على صفحة البرنامج على فيسبوك يحكى أن أو على صفحتي الشخصية وكانت الحقيقة الأسئلة مش بس تخص السيدات لكن كمان تخص الجنين وتطوره والحقيقة أن احنا جلنا ردود أفعال جميلة جدا جدا لأن كثير من محتوى أو الكثير من محتوى هذه الحلقات ما كانش بس محتوى علمي جميل ولكن كان محتوى عاطفي تأثر به الحقيقة كتير قوي من اللي سمعوه واللي تابعوه علشان كده بقول لحضراتكم ممكن ترجعوا لهذا المحتوى أو ممكن ترجعوا لأي حلقة احنا قدمناها لحضراتكم موجودة سواء على اليوتيوب أو على فيسبوك في آخر حلقة الأسبوع اللي فات قلنا لحضراتكم بقى أن احنا هنرجع بقى يعني يعني العودة الطبيعية بتاعتنا لموضوعاتنا المعتادة الخاصة بالأطفال وكل ما يتعلق بيهم سواء من الصحة أو من الحالة النفسية أو من الناحية السلوكية وطبعا كالعادة يعني وإحنا بنعمل حلقات الأطفال كان بيجلنا أسئلة كتير قوي زي ما قلتلكوا عن الحمل وغير كده لما قدمنا حلقات الحمل ابتدت يبقى فيه تعليقات أن فيه ناس زعلانة أنه فيه يرجعوا بقى الموضوعات الأطفال وتراكم علينا واجب كبير قوي عدد كبير من الأسئلة وإحنا كنا معتدين مع حضراتكم وما زلنا أن احنا بنقدم لحضراتكم حلقة أسئلة بتكون هي الحلقة الأخيرة من كل شهر يعني علشان خاطر حضراتكم وعلشان خاطر إحنا بقلنا فترة ما قدمناش حلقات أسئلة هنعمل 3 حلقات أسئلة متواصلة هنختار عدد كبير من الأسئلة وفيه موضوعات مختلفة وهنقدمها لحضراتكم على مدار 3 حلقات اعتبارا من حلقة النهاردة علشان كده عايز بس أنبه حضراتكم لحاجة في البداية أول حاجة أن الأسئلة اللي احنا بنقدمها ما بنذكرش اسم اللي بعتوها لنا إلا في حالة وهم طلبوا مننا وده طبعا يعني استنادا للكود оф ايثيكس أو يعني المقياس الأخلاقي في الحاجات اللي زي دي أن احنا ما ينفعش نعرض حاجة ما جلناش موافقة من حضراتكم أن احنا نعرضها فبنكتفي بالسؤال فقط الحاجة الثانية هو أن بعض الأسئلة هتلاقوا أن الإجابة فيها متوسعة شوي وده لأننا اتفقت مع حضراتكم قبل كده أننا باخد السؤال ده مجرد كده زي ما بيقولوا تلكيكة يعني عن موضوع معين وبحب بقى أن أنا أغطي جوانب كتير إذ ربما يكون فيه ناس كتيرة قوي عندها تساؤلات عن نفس هذا الموضوع فعلشان كده يعني لازم تبقوا عارفين أن احنا لما بنجاوب سؤال ما بنجاوبش بس صاحب أو صاحبة السؤال لكن بنجاوب بمعلومات كتيرة خاصة عن هذا الموضوع هنبدأ مع حضراتكم فورا الأسئلة اللي اخترناها بشكل عشوائي كالمعتاد وهنبدأ مساء الخير احنا دلوقتي في مصيف طبعا احنا دلوقتي في حرارة كبيرة جدا ربنا يكرمنا ويعننا إن شاء الله احنا دلوقتي في مصيف عندي ابني 8 سنين لاحظت على وشه ودرعاته بقع صمرة أنا عارفة إن ده طبيعي علشان الشمس طب الحمد لله أنك عارفة بس سؤالي احنا معانا أطفال قدوا في السن وجلدهم زي ما هو يعني جلدهم زي ما هو يعني في منهم لون جلدهم ما غيرش خالص وفي لونهم اتغير بس خفيف هل كده ابني طبيعي ولا هو حساس بزيادة للشمس هو الحقيقة سؤال جميل سؤال زكي يعني طيب وبالنسبة لإجابة السؤال ده عايزة طمن حضرتك وقولك إن ابن حضرتك طبيعي طبيعي تماما يعني تفسير بقى سبب الاختلاف ده هقوله لحضرتك والحضراتكم جميعا حالا جلدنا يا جماعة في خلايا خاصة الجلد ده الجلد ده واحدة يعني واحدة من معجزات ربنا الكبيرة جدا في خلايا خاصة في الجلد ده اسمها الخلايا الصبغية الخلايا دي بتنتج يعني عنها أو يعني بيطلع منها صبغة طبيعية اسمها صبغة الميلانين صبغة الميلانين على فكرة هي اللي بتدي اللون المميز لجلدنا وللشعر وللعيون وبحسب تركيز صبغة الميلانين ده بيختلف درجات اللون بتاعة الجلد يعني من حد الحد يعني مثلا من البياض الشديد لبياض عادي وهكذا لغاية الصمار اللي بنقول أمحي وبتاع بعيدين صمار وبعدين صمار داكن هذا يعني السبكترم أو هذا المستوى اللي احنا بنتنقل فيه في الألوان من البياض الشديد للصمار الداكن بيكون بناء على تركيز مادة الميلانين اللي موجودة في جلد هذا الشخص سواء طفل أو كبير على فكرة معلومة مهمة إن حضراتكم تعرفوها إن عدد الخلايا الصبغية بيكون واحد في كل الأجسام الله طب أمال ليه اللونة بيختلف عن بعض هقول لكم لأن اللي بيختلف هو كمية الميلانين بقى اللي بتفرزها الخلايا دي يعني عدد الخلايا ثابت إنما نقدر نقول إن نشاط الميلانين أو نشاط إفراز الميلانين أو تصنيع مادة الميلانين دي هي اللي بتفرق من شخص لشخص بحسب يعني الشغل اللي بتعمله الخلايا وبحسب عوامل في غاية التعقيد يعني عوامل معقدة جدا داخل الجسم البشري زي مثلا مثلا يعني الشفرة الوراثية اللي وديه إن إيه الحمض النووي الشفرة الوراثية دي هي اللي بتحدد هل إحنا لوننا كده بنبقى ورسين جزء من يعني طبيعة لون من الأب والأم ولا من الأب بس ولا من الأم بس وهكس لكن برضو في عوامل تانية بتأثر على درجة نشاط الخلايا دي عوامل خارجية بقى زي إيه؟ هنرجع بقى للسؤال زي فترة التعرض للشمس يعني إحنا بنتعرض للشمس إمتى؟ وقت ما الشمس بتكون حدة في منتصف اليوم زي ما يقوله أو منتصف النهار وكمان الوقت اللي بنقضيه في الشمس خلال اليوم يعني الفترة بقى اللي بنقضيه في الشمس مش بس التوقيت لكن الفترة طيب إيه بقى اللي بيحصل عشان نفهم بقى السؤال؟ لما الأطفال كلهم أو الكبار بس خلينا في الأطفال بقى عشان السؤال عن الطفل اللي عن 8 سنين لما كلنا بنتعرض للشمس المفروض بيحصل عملية تحفيز للخلايا الصبغية الله ده طبيعي آه ده طبيعي يعني إحنا كده لما بنقض في الشمس شوية الخلايا الصبغية دي بيحصل لها تحفيز فتقوم تفرز ميلانين أكتر ليه؟ لأنه إفراز الميلانين ده بيكون وسيلة حماية للجسم يعني الميلانين ده حاجة كويسة وتغير لون مناطق في بشرة أو جلد الطفل ده بتدل على إن جلده بيقوم بقليات حماية على الوجه الأكمل يعني بطريقة أخرى الأطفال اللي هما لونهم ما بيتغيرش خالص ده ده اللي مش حلو شوفوا بقى عكس من الناس متصورة يعني اللي لونهم بيتغير شوية وبنحس كده بفرق إن فيه حاجات اتغيرت في الوش وفي الدرعات المناطق اللي اتعرضت للشمس ده جميل يبقى كده الخلايا دي ماشية كويس قوي مش معنى كده إن الأطفال التانيين عندهم مشكلة لا بس أنا بقولكو إن هنا بقى درجة التحفيز عند الأطفال اللي لونهم ما تغيرش خالص بعد القعدة في الشمس يبقى درجة التحفيز كانت أقل وزي ما قلنا بقى نرجع للعوامل اللي زي دي الن ايه أو شفرة الوراثية وهكذا بمعنى آخر نقص الميلانين نقص الميلانين هو اللي بيخلي الجلد عرضة بشكل كبير جدا لأمراض ومنها أمراض خطيرة جدا زي لقدر الله أنواع معينة من سرطنات الجلد تمام كده؟ يبقى احنا كده جاوبنا على السؤال الأول وطمننا الأم صاحبة السؤال وطمننا كل حضراتكم اللي في المصايف واللي حتى هنا مش في مصايف يعني قصدي اللي بيقضوا وقت في حضائق أو في فسح ويلقوا كده بعد ما يخرجوا ويرجعوا يلاقوا ابنهم يقولوا ايه الله ده احنا خرجنا كده بس قضينا يوم كنا برا بتاعه ورجعنا لقينا ابننا مسمر شوي دي حاجة حلوة دي حاجة تفرح يبقى معنى كده أن خلايا الخلايا الصبغية في جلد هذا الطفل بتؤدي آليات الحماية بشكل ممتاز طيب السؤال اللي بعد كده ولادي الاتنين واحد في ابتدائي والتاني في اعدادي حلو من وقت بخلصهم امتحانات وهم ما بيعملوش حاجة غير الاعداء على التليفون طول اليوم هل في طريقة تخليهم يسيبوا التليفونات دي شوية طيب هو يعني ماشي هو الحقيقة أن ده نموذج من الأسئلة اللي مش أنا ما بحبهاش اللي أتمنى أنها تختفي شوية يعني أو تختفي هقول لكم ليه لما تركزوا كده في السؤال شوية طبعا مع كامل احتراموا التقدير لصاحبة السؤال بس تحسوا أن السؤال في أعكس طاقة سلبية كده من اللي بيسألها يعني فاهمين قصدي اللي هو إيه مسكين تليفونات ومش عارفة عمل لهم إيه يعني وكأن انت يعني ملكيش سلطان عليهم أو ملكيش حتى تأثير عليهم بلاش سلطان ملكيش حتى تأثير عليهم الحقيقة أنه السلبية اللي بيبقى عليها بعض الأمهات وأحيانا كتير من الأباء برضو اللي هم عايزة أقول إيه الغير مدركين لقدراتهم انتوا كأباء وأمهات في منكم ناس مش مدركين لقدراتهم مش مدركين لقدراتك أنت كأم أو قدراتك أنت كأب مش مدركين لقدراتكم على إمكانية إيجاد حلول تغيروا بيها نمط وشكل الحياة اللي عايشينها أطفالكم مش بس في فترات الصيف في فترات الصيف وفترات الدراسة وهكذا تمام؟ مع أن نفس الأمهات والأباء ها اللي بيشتكوا دول اللي بيشتكوا دول هم اللي وفروا تليفونات حديثة مثلا لأطفالهم ما هو الأطفال مش ما نزلتش هي يعني واشترت التليفون لا ده انتوا اللي جبتلهم التليفونات مش بس كده انتوا من اللي عملتوا للأطفال دي باقات من الانترنت صح ولا غلط؟ باقات الانترنت دي بتستخدم في إيه؟ بتستهلك في إيه؟ معظم الأوقات بتستهلك إما في الألعاب أو في الفرجة على يعني الحقيقة على فيديوهات سخيفة أو محتوى غير هادف بشكل عام وهكذا أنا بس عايزكم إيه؟ يعني إيه؟ تقدروا شوية أنا ليه قلت إن السؤال كده فيه طاقة سلبي لأنه اللي بيسأل السؤال أو اللي بتسأل السؤال سواء أنا قلت أم أو أب يعني بيحسسونا إنه إيه؟ إنه مفيش حل يعني اللي هو والسلعال بقى من أول ما بيصحوا الآخر اليوم مسكين الموبايل طيب ما فين دوركوا إنتوا؟ فين دوركوا إنتوا؟ تعالوا ناخد نموذج للطفل اللي قلنا مثلا في مرحلة الإعدادي وعلى فكرة هقول لكم اللي أنا بدأت بالإعدادي لأن الطفل اللي في التدائي ده هيشوف أخوه بتاع إعدادي بيعمل إيه؟ و هيحب يعمل زيه؟ لو أخوه عايز يلعب كرة هيقول أنا عايز ألعب كرة زي أخوي دايما كده الأطفال الصغارين بيبقوا إيه؟ واخدين الأخ الأكبر قدوة أو مثلا طيب مرحلة الإعدادي دي مثلا يعني أنتوا بتقولوا إيه؟ مش عارفين نعمل إيه؟ لا ممكن نعمل حاجات كتيرة أو ممكن يكون فيه انتظام للأطفال دول في الجام مثلا في صلاة الألعاب الرياضية هقول لكم ليه؟ لأن كتير منهم في المرحلة دي بتاعة إعدادي دي اللي هي بتبقى بعد مرحلة البلوغ ومع شكل الحياة اللي انتوا عارفين واللي انتوا بتوصفوه أهو في الأسئلة بيكونوا الأطفال دول عرضة لزيادة الوزن ومش بس كده ده القاعدة طول اليوم بتعودهم على الأكل الغير الصحي كل شوية يقوموا ياخدوا حاجة من التلاجة ياخدوا عصير ياخدوا ممكن حلويات ياخدوا حاجات ممكن أكل غير صحي تمام؟ الصهر نفسه بيخلي الواحد يجوع يعني ده غير الإفراد في الصهر فغير الإفراد في الصهر ومشاكله ممكن ده ينعكس على الوزن طيب ليه الأطفال اللي في إعداد دول في فترة الصيف نتفق معاهم كده هنروح جيم هنقول طيب لو الطفل وزنه مش زايد مفيش مشكلة هنروح جيم عشان تبقى صحتنا كويسة وبالمناسبة دي عايز أقول بس ملحوظة أنا شخصيا باعترف يعني إن أنا ما كنتش عرفها أنا ما كنتش متخيل إنه موضوع صلاة الألعاب أو صلاة الرياضة اللي هي اسمها الجيم دي منتشرة للتشاردة يعني واضح إنه هو أنا بتكلم هنا بقى مش من ناحية العلمية واضح إنه من ناحية التجارية مشروع مربح ما شاء الله جدا لإني فجئت إنه ناس كتيرة قوي في مناطق سكنية مختلفة جدا في مستويات اجتماعية متبينة جدا برضو بيكلموني على الجيم وعلى كذا فبقيت أستغرب أقول إيه مثلا يا طب حاجة كويسة والله إن المكان ده فيه جيم فلاقي حد يرد علي يقولي إيه يا دكتور ده إحنا عندنا تلاتة في المنطقة بتاعت ده في الشارعين تلاتة إحنا فيهم دول أو الكام شارع اللي حوالي دول فيه تلات صلاة أو تلاتة جيم أو ده فيه اتنين جيم حتى كمان فيه حاجة لطيفة قوي إنه بقى فيه صلاة رياضة كمان للسيدات وللفتيات ودي حاجة حلوة طبعا غير الحاجات المشتركة بس أصد إنه فيه حاجات يعني ده تدل على إنه يعني حتى إذا كانوا أصحابها يعني مش هندخل في النواية بس يعني أكيد أي حد بيعمل مشروع بيبقى عنده هدف تجاري وهدف معنوي فالهدف المعنوي إنه بيعمل حاجة كويسة للصحة والهدف التجاري مش عيب إنه هيكسب لكن العيب إيه بقى إنه إحنا نفوت فرصة زي دي طب ما لما يبقى فيه جيم كويس ما تروحوا وتسألوا وتشوفوا الاشتراك بتاعه قد إيه عارف دلوقتي حالا ممكن ناس ترد وتقول إيه أصلا عندنا أولويات يا دو ما يديم الأولويات على فكرة ديم الأولويات دي زي الكهرباء وزي المية وزي الأكل وزي المواصلات ديم الأولويات لأن دي ليه علاقة بصحة ولادكو ديم الأولويات لإنها هتخلي ولادكو عندهم شغف بحاجات تانية فاهمين قصدي بإنه هم يحافظوا على جسمهم إنه هم يبقى عندهم فتنس أو عندهم لياقة إنه هم لو زي ما قلت لو وزنهم زيت شوية وابتدى وزنهم ينخفض بعد ممارسة رياضة الله دي حاجة حلوة قوي طب ما هتلاقوا الطفل من هنا من نفسه عايز يحافظ عايز ينام بدري علشان يروح التدريب بتاعه كتير قوي من المدربين اللي بيشتغلوا بيكونوا لما بيلاقوا بقى هم الصغيرين الأطفال الصغيرين يعني بيشجعوهم وبيبقوا المدربين دول مصدر مهم إنه احنا ممكن نستخدمهم أو نتعاون معاهم لتعديل سلوك لتشجيع لكذا دي حاجة حلوة أو ده اقتراحة هو طيب ايه تاني ايه تاني ممكن نعمله طب ما احنا ممكن نستغل لشغف الأطفال بالتكنولوجيا شخصية يعني اللي انتوا بقى بتقولوا مش مسكين تلفون مش بيسيبوه دول طيب فيه فكرة تانية ليه ما نطلبش من من الأطفال إنهم يعلمونا إحنا ككبار إزاي نستخدم تطبيقات معينة موجودة دلوقتي على كل التليفونات في حالة وإحنا ما كناش عارفين يعني طيب إحنا عارفين طب ما ممكن جدته ما تبقاش عارف جده ما يبقاش عارف ممكن على فكرة يعني فيه حاجات كتيرة قوي إنتوا فاكرين بس إن إحنا إيه يعني إحنا عشان راحين جايين بقى بالتليفونات وبتاع بس الأطفال والمراهقين علشان هم مركزين أكتر في الحاجات دي فبيبقوا عارفين حاجات أكتر مننا شوي فتلاقوا مثلا إيه أنا بشوفوا أكيد أنتوا بتشوفوا الحاجات دي فتقولوا مثلا إيه لو فيه فكرة مثلا إحنا بنعمل اتصال مع حد مثلا عن طريق الاتصالات اللي هي المرئية دي الاتصالات الفيديو فتبص تلاقي فيه أبليكيشنز كده معينة أو تطبيقات معينة تبص تلاقي الطفل يقولك أنا هنزل أنا هنزل لك يا بابا الأبليكيشن دي عشان نكلم عمه اللي مسافر فهنفاجأ أنه عارف طب ما تعلمني يا ابني الحاجات دي تعلمني إزاي وفيه فرصة تانية لو أنتوا بقى كمان عارفين حاجات طب ما تعلموها لولادكم إزاي يعملوا مثلا حفظ يعني استخدام التليفونات دي كوسيلة حفظ للذكريات مثلا هتقولولي ذكريات أقولكوا آه الذكريات كلنا بلا استثناء عندنا شنط كده إزا ما كانش ألبومات يعني بس يعني فيه ألبومات وأحيانا الألبومات دي بتبقى مليانة بيبقى عندنا شنط بقى بيبقى صور صورنا وإحنا صغيرين وصورنا وصور ناس تانية صور عائلية صور شخصية وهكذا تمام كده وولادكم عندهم صور وهكذا طب ما تعملوا فكر كده يلا يا جماعة احنا هنعمل إيه احنا هنعمل هنحفظ الصور دي كلها هنحفظها يعني هنحفظها نعملها سيف يعني سيفينج يعني الله إزاي تعالوا إحنا هنصور يلا بينا بس نفرز الصور دي الأول يلا الصور دي من أيام جدك وجدتك الصور دي من أيامنا بقى أنا ومامتك لما كنا صغيرين ودي صوري الوحدي ودي صور ماما لوحدها ودي صورنا في أول جواز وبعدين دي صورك وانتو صغيرين ابتدوا عملوا الحاجات دي تمام كده عملنا الصور دي يلا احنا عملنا النهاردة صور تيتا وجده يلا بقى حبيبين يلا نعمل لها فايل نقدر نعمل هتلاقي ابنك أو بنتك اللي انت بتشتكي انه هو مش سايب الموبايل ده حس انه هو عنده وظيفة ومهمة وبيساعد هقولك آه يا بابا أنا ممكن اعمل لهم فايل بقى لوحده آه طب وهنسميه كذا أيوة يا ماما طب أنا عمل بقى كذا يلا بقى نصور الصور دي ونشيل مش عارف ايه طب ونعمل ايه ولو الصور قديمة طب في وسيلة ان احنا نعدل حاجة في الصور دي وهكذا في وسيلة ان احنا نعملها ولا يا طب شكلها حلو كده ها وبعد كده يبقى عندنا وسيلة حلو قوي يلا بقى ننقلهم على فلاش على كمبيوتر يعني على فلاشها ولا مش عارف ايه ولا على هارد ديسك ولا وهكذا انا بتكلم يعني على اعتبار انه كتير جدا جدا من الاسر دلوقتي بيكون موجود ممكن يكون موجود جهاز كمبيوتر في البيت مش موجود فيه تليفونات نحفظهم على التليفونات بتاعتنا تمام نفس الفكرة دي ممكن نعملها في انشطة تانية زي الرسم لو لو اطفالكو دول كانوا رسمين حاجات وهم صغيرين او حتى وهم دلوقتي طب ما تحن نحفظها علشان برضو الحاجات دي لما بتقعد بتكون عرضة انها الورق يحصل له مشكلة انه يطع يضيع ها طيب ملاش بقى نبعد عن التليفونات شوي ليه ما نجيش مثلا على ولادنا دول نشوف اي موهبة كده عندهم ونشجعهم عليها انه هما يمرسوها بقى في الصيف ما احنا فاضين تصميم ملابس اعمال يدوية اطفال كتير قوي تحب الخشب تحب الحاجات اللي هي تتركب الحاجات دي كلها خلاص الطريق لتنفيذ الاقتراحات دي هيتحقق اللي انا بقوله ده مجرد اقتراحات يعني بفكرت فيها حالا يعني من خلال ان الطفل يتم تحفيزه ناحية انه هو احنا بنحفظ او بنعمل بنحتفظ بالحاجات اللي احنا عملناها بنحتفظ بصورنا بنحتفظ بالحاجات الحلوة اللي احنا عملناها دي بنبحث بنفرز زي ما بنقول الترتيب كل ده قبل استخدام التليفون بعد كده تيجي مرحلة استخدام التليفون اه تمام هتلاقوها مرحلة لمتد او محدودة لانه النشاط اللي احنا اخترعنا او الهدف او المشروع اللي احنا اشتركنا فيه مع اطفالنا ها جزء منه بيعتمد على التليفون لكن اجزاء كبيرة مش معتمد على التليفونات تمام لازم كمان الحقيقة الامهات والاباء يكونوا ألطف يعني يكونوا ألطف بمعنى ايه يعني عندهم ايمان ان الحلول لازم تيجي عن طريقهم هقولكو قصدي يعني مش اللي هو قصي العيال اللي عامل لهم ايه بقى يسلوا نفسه يعني ايه يسلوا نفسه ما هم مش عارفين هم اللي يعرفوا ان هم يروحوا مسكين تليفون ويعودوا يعملوا عليه كده هم مش عارفين مش هنقعد نقول لهم اتبسط انت بقى واقترح وفكر نساعدهم عشان كده انا بقول لازم الامهات والاباء يكونوا ألطف يكونوا متفعلين اكتر خلاص يعني احنا ككبار كمان لما اطفالنا افترضنا انهم اقترحوا حاجة خلاص لو حاجة حلوة ليه لأ ما نفزها طب لو حاجة ما تنفعش ما نعمل اقتراحات بديلة ما نعدل بين الاقتراح ده خلاص ونحاول نفكر في حاجات بعيدة عن استخدام التكنولوجيا مش عشان التكنولوجيا وحشة لأ علشان الحياة مش بس تكنولوجيا الحياة مشاعر والحياة زكريات والحياة تواصل إنساني ومهارات اجتماعية وخبرات إنسانية كل ده مش بنحققوا بالتكنولوجيا بس ده بنحققوا بالتعامل التعامل مع ولادنا وهكذا خلاص يبقى نطور الاقتراحات اللي هم بيقولوها مش نلغيها مش إننا نتريق عليها وهكذا فيه كمان ممكن نعمل حاجة اسمها الاهداف الصيفية قصيرة في المدى زي ايه زي إن احنا في الصيف ده هنتعلم حاجة رياضة معينة هنعمل جدول كده لزيارات لأماكن معينة أماكن سياحية أماكن تاريخية وهكذا هنقرأ كتب وهنلخصها ها يعني ده فيه حاجات يا جماعة يعني أنا أسا عايز أقول لكم حاجة عن الصيد مثلا أنا بشوف المنظر ده كتير قوي بشوف حد كبير بي بي مثلا بيصطاد وتلاقي جنبه حفيده أو ابنه بفرح قوي والله العزيز يعني بحس إن ده حاجة حلوة جدا لأنه هي هواية الصيد دي تبدو إن هي حاجة مملة لكنها خالص أولا هم عديد اليوم بيتكلموا غير إن هم فعلا الأطفال بتتعلم الصبر وبتتعلم التأني للوصول لهدف ده أنا بضرب مثل يعني خلاص ممكن كمان نستغل الصيف لإصلاح عيوب في الدراسة حد كان خطه وحش طب ما نعدله شوي مش بشكل واجب بقى أو بتاع لا بس ما نعدل الحكاية دي حد ما كانش كويس شوي في نطق بعض الكلمات مثلا في اللغة الإنجليزية أو في لغة تانية وهكذا طب نرتب الأوضة نرتب الأوضة بتاعة الأطفال دي هم اللي يرتبوها نفرز الحاجات اللي ممكن نتبرع بيها نشوف الحاجات اللي فوق الدواليب دي مش دايما كده في بيوتنا في حاجات فوق الدواليب ننزل الحاجات دي ونشوف كده نستغنى عن إيه وبتاع ونخلي الأطفال يساعدونا وهكذا المساعدة في أنشطة تطوعية ده في حاجات كده في مشاريع اجتماعية كده بتلاقي في أطفال في سن إعدادي وسنوي ولاد وبنات بيبقوا عايزين يشتركوا والحقيقة إن الجهات اللي بتنظم الحاجات دي بيبقوا سعداء جدا طب ما نشوف حاجة زي كده لو سمعنا عن حاجة قريبة مننا وهكذا طب ما ليه ما نعملش كده ونشجع ولادنا وهكذا نتعلم لغة يعني أنشطة مش تقليدية نعمل مش عارف تمثيل نعمل حاجات كده وهكذا يعني يعني في حاجات ممكن نعملها في البيت في حاجات ممكن تعمل في المدرسة في حاجات ممكن تتعمل في نوادي إجمالا يعني الفرق بين الأمهات والأباء إن فيه أمهات وأباء بيكتفوا برصد المشكلة بس ويضخموا جدا الإحساس بالعجز قدام المشكلة دي وفيه أمهات وأباء بيحاولوا يلاقيوا حلول ويكتهدوا في الطرق اللي تحفز قدرات ولادهم وتنميها وبالعودة للتاريخ هنلاقي إن كل النماذج من الرجالة والستات والبنات والشباب اللي غيروا وجه الإنسانية وكان لهم إسهامات رائعة في التاريخ البشر يعني كانوا كلهم أو معظمهم من أسر عادية مش أقول أسر بسيطة أرجوكم انتبهوا لأطفالكم وانتبهوا لقدراتهم وأحلامهم وانتبهوا كمان لخيالهم ما يبقاش كل انتباهكم لعيوبهم أو دوشتهم أو حتى زهاءهم من اللي هم بيعملوه وانتبهوا كمان لقدراتكم أنتو وبرش طول الوقت تظنوا في نفسكم الضعف أو عدم القدرة هنطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم يحكى أنه مازال متواصل أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية في الجزء التاني من حلقتنا النهاردة وبرجع أفكر حضراتكم باللي قلناه في أول حلقتنا النهاردة أن احنا مش بس هنعمل حلقة آخر الشهر أسئلة لكن من النهاردة احنا عاملين تلات حلقات متتالية خاصة بأسئلة حضراتكم وده تعويضا عن الحلقات اللي فاتت ومقدمناش فيها أسئلة في الجزء الأول قدمنا إجابة لسؤالين كان فيهم طبعا شيء من الاستفادة وهنكمل دلوقتي على طول باقي الأسئلة مساء الخير يا دكتور بنتي هتم سنتين بعد شهرين إن شاء الله وإن شاء الله هبدأ معاها تعليم مهارة التحكم اللي هو يعني التحكم الإراضي في التباول والتبارس تمام والاستغناء عن الحفاظة أنا همشي حسب نصايح حضرتك اللي قلتها في الموضوع ده طب الله يبركلك بس كنت محتاجة أعرف إيه أكتر الأخطاء اللي ممكن ققع فيها من غير قصد وشكرا جدا أنا الحقيقة أنا اللي بشكرك على السؤال طيب أول حاجة قبل ما أقولك إيه الأخطاء ده يعني ده فعلا سؤال جميل يعني لأنه هي بقى مش بتسأل على الطريقة لأن هي خلاص هي بتقول أنا هارجع للطريقة أو هعمل اللي حضرتك قلته فهي كده واضح إن هي إما تفرجت على حلقتنا اللي قدمناها في هذا العنوان أو بترجع للمحتوى على اليوتيوب أو على فيسبوك فدي حاجة عظيمة لكن هي بتسأل عن إيه بقى إيه الأخطاء بقى يعني الطريقة خلاص عارفة طب إيه الأخطاء اللي ممكن أقع فيها فده عشان كده أنا الحقيقة مبسوط بالسؤال الأول أول بس ملحوظة عايزة أقول لها لحضرتك انتظري الشهرين دول يعني إبدأي لما الطفلة تكون خلصت السنة التانية تمام؟ تاني حاجة ببشرك يعني أن البنات بتتعلم أسرع من الولاد وبرده التعليم في فصل الصيف بيكون أفضل بكتير قوي من فصل الشت خلاص لكن بلاش نبدأ يعني إحنا في فصل الصيف أهو بس بلاش نبدأ نعلم في وقت مصيف مثلا في أجازة مصيف أو بلاش نعلم الطفل المهارة دي نبدأ يعني بعد التطعيم على طول فيه تطعيم خارج التطعيمات الأساسية بيبقى ضد الحمى الشوكية ده بيكون عنده عمر سنتين يعني لما الطفل يكمل سنتين فبلاش بعد مثلا تطعيم تاني يوم ولا تالت يوم نبدأ تعليمه لأ نستنى شوية بلاش نعلم الطفل لو كنا هنودي حضانة في نفس الأسبوع مثلا يعني لأ لازم يعني نبدأ وبعد كده بعد شوية نودي حضانة يعني نودي حضانة وبعد كده نبدأ فاهمين قصدي؟ يعني دي بس ملاحظات كده إيه سريعة أشهر الأخطاء بقى هو إيه؟ أولا إن إحنا نضغط على الطفلة إنها تتعلم بسرعة ده غلط جدا لأنه زي ما قلنا المهارة دي ست مراحل كل مرحلة بتاخد من أسبوعين إلى شهر اللي عايز يعرف بقى إيه ست مراحل اللي يرجع بقى لليوتيوب والفيسبوك تمام كده؟ يكتب كده التعليم التحكم الإراضي في مهارة التباول والتبرز عند الأطفال يحكى أن دكتور محمد ريف هتلاقوا فيديوهات كتير جدا خلاص كده؟ يعني لما بنقول إن كل مرحلة من الستة بتاخد من أسبوعين إلى شهر يعني المتوسط اللي هو كل مرحلة تاخد ثلاث أسابيع ثلاثة في ستة يعني 18 أسبوع يعني ده المتوسط تمام؟ الضغط على الطفل أو على الطفلة بيطول فترة التدريب وده مش مطلوب يعني تمام؟ الجوهر الأساسي في المهارة دي إن إحنا نبقى متأكدين من حاجة مهمة قوي إن الطفل كمان عايز يتحكم يعني مش إحنا اللي عايزين بس إنه يتعلم لا هو عايز يتعلم وبالتالي هو عايز يتعلم عشان يرضينا وعشان يبقى زيك كبار خلاص فبالتالي مش لازم يبقى الطفل خايف مننا أنتوا فاهمين قصدي هو لازم يبقى الموضوع فيه تشجيع وفيه تحفيز كده من الأخطاء برضو الخطيرة جدا فكرة العقاب أو خطأ العقاب إنه لما الطفل نقوله حاجة في أي مرحلة من المراحل وبعدين ما عملهاش نقوم نعاقبه أو نقوله حتى إحنا هنعاقبك عشان لا دي مهارة يعني إحنا المفروض ما نعاقبش الطفل لما ينطأ كلمة غلط ما نعاقبش الطفل لما يجي مثلا يحاول يوقف ومعرفش في المرحلة اللي هو بيتعلمه فيها الوقوف فهي دي مهارة زي بقية المهارات صح كده فتخيالي كده مثلا حضرتك أو تخيال حضرتك لو مثلا ما كنتش بتعرفه تسوقه ورحته مدرسة لتعليم السواء فالمعلم أو اللي بيعلمك يعني القيادة قالك هنعمل كذا كذا فأنت ما عملتش هيقولك هعقبك هتقوله يا عم مش عايز تتعلم خالص فهمتوا قصدي فهي دي مهارة مش لازم نربطها بالعقاب خالص من الحاجات برضو الأخطاء الشائعة قوي إن احنا نحبط الطفل يعني نديله إحساس إنه هو تأخر في التعليم أو إنه هو مفيش فايدة أو إن احنا زهقنا دي من الأخطاء الجمدة جدا لازم نتجنب من الأخطاء برضو إن احنا نفضح الطفل فاهمين قصدي يعني إيه يعني إنه عادة لما الطفل ينجح ما فيه مرحلة كده إن الطفل ينجح في مرات ويفشل في مرات المرات اللي نجح فيها زي ما قلنا قبل كده بنحتفي بيها جدا وبنبلغ الناس كلها نتصل بالتليفون بقى بخاله وبتيتا وإحنا بقى فوق اتحكم وهي اتحكمت وخلاص وشطرين وبتاعت طيب حصل بقى العكس ما نقولش الطفل بيقدر جدا الموضوع ده لما بنعلن الخطأ ده ده بيبقى حاجة وحشة قوي عند الأطفال من الأخطاء برضو الشائعة في تعليم الأطفال المهارة الجميلة دي وأنا بقول جميلة وخلوا بالكوا كده فكروا من اللي أنا بقوله المهارة دي لما الطفل بيتعلمها بنبدأ من سن سنتين مش هيتعلمها تاني خدتوا بالكوا أنا قلت ايه يعني مش هنيجي مثلا نقول لما يتم بقى خمس سنين نعلمها له تاني نأكد لا هو هيتعلمها دلوقتي خلق فلازم ياخد وقته في تعلمه ولازم نصبر عليه من ضمن الأخطاء الشائعة برضو قوي دخول أكتر من شخص مع الطفل للحمام يعني لما نيجي بقى نقول له لما تعوز تعمل لدخل وبتاع لا ما يبقاش يعني هو يا بابا يا ماما فهمتوا قصدي مش مش عندنا ضيوف بقى حتى لو أخويا ولا أختي ولا ما فيش حاجة سماكت تمام كده من الأخطاء برضو إن البوتي أو اللي هي البتالي عارفين البوتي اللي هي القصرية يعني القصرية خلاص إنها تكون خارج الحمام لا هي مكانها في الحمام ما ينفعش إن بقى حطينها في ريسيبشن ولا في الصالة ولا في قط النوم ما ينفعش هي مكانها في الحمام هنقول الله طب ما فيه أوقات الطفل مش هيمسك نفسه آه لازم نسلم ونوافق إن فيه ضرورة إنه هيحصل مرات خطأ هيحصل هيحصل كل الناس اللي مروا بالتجربة دي هيقول لكم الكلمة دي خلاص بس الشطرق بقى إن إحنا نعلم الطفل مش نضغط عليه نعلم الطفل ولما يعوز ويشاور لنا إنه عايز يعمل يلا نروح بسرعة بسرعة على مهلنا يعني لإن إحنا عحيانا نقول الطفل بسرعة فبعد الشر يمشي بسرعة فيتكعبل أو حاجة زي كده تمام من الأخطاء برضو إنه ممنوع إن الطفل مثلا إنه هو بيعمل آه تواليت سواء بول أو براز يعني إن الطفل يبقى معلع بيته مثلا لا ما فيش حاجة سماكت ده غلط برضو خلاص لإن ده مش مكان لعب من الأخطاء برضو ممنوع إن إحنا مثلا ناكل أثناء التدريب فيه ناس بقى اللي هو إيه إنت هتعمل آه فالطفل يطول شوي طب أجيب لك حاجة تاكلها طب أجيب لك حاجة تشرب ما فيش حاجة برضو سماك كده جما صح كده فاكرين لما قلتلكوا زمان في أول حلقاتنا خاطر قلتلكوا كل حاجة مش طبيعية ما نعملهاش يابتعمل كده بقى الله أعلم بيعملوا كده إزاي كمان من الأخطاء الجامدة جدا إن إحنا نتهم الطفل بالكسل مثلا اللي هو أنت كسلها إنت مش عايز تتعلم خلاص ده غلط كمان غلط إن إحنا نربط التعليم بالمكافئات أو التحفيز الموضوع ده في البداية بس إنما مش بعد كده كل ما يقول أنا عايز أعمل يا ماما أو من غير ما يقول يشاور لنا في أطفال ما بتتكلمش يعني بنبدأ تعلمهم المهارة دي ويكونوا لسه ما بيكلمون فنجحنا مش لازم كل مرة نديله هدية لا ده في الأول بس والتحفيز كمان أنا أقصد التحفيز المعنوي اللي هو برافو شاطر أو برافو شاطرة إنتي شاطرة وإنتي جبيء وهكذا هو ده التحفيز إنما مش المكافئات بقى والحاجات دي كلها أو هنعمل كده وإحنا هنخرج أو نعمل كده وإحنا هنخرج أو نعمل كده وإجيب لك لعبة لا ده غلط غلط شائع كبير جدا جدا كمان من الأخطاء إن إحنا ده أخطاء بقى إحنا ممكن نعملها إن إحنا نربط تعلم الحكاية دي مثلا مع الأطفال بأي محتوى تاني ممكن نشوفه على على الإنترنت أنا شفت حاجات زي كده حياته وتصدمت يعني مثلا اللي هو إن الحيوانات بتتعلم إزاي طب وإحنا ما لنا وما الحيوانات إنتم فهمين أزي يعني استخدام الحيوانات كنموذج للتعليم ده غلط خالص ده بيعمل تشوش رهيب عند الطفل خلاص يجيله إمساك خلاص فخلوا بالكو ما تدوش ملينات الطفل يأكل خضار ويأكل فاكهة ويشرب ميا دي من الأخطاء الشائعة قوي إنه في أطفال لما بيبتدوا المهارة دي يوم عشان هو يمسك نفسه يجيله إمساك يعني الموضوع يقلب معه بالعكس تمام لازم كمان نصبر على الطفل لو حسب الخف من التوالت يعني في أطفال بقى لما بننقلهم من البوتي للتوالت نلاقيهم طبعا فيه أعداد كده بتتجاب وبتتحط على قاعدة التوالت تناسب الأطفال لكن بعد كده ممكن الطفل يبقى خايف شوية فلازم نقدر هذا الخوف ولازم نبقى فاهمين برضه إن التحكم بتاع بالليل بياخد وقت أطول شوية في الحكاية تمام يلا ناخد السؤال اللي بعد كده حتى نقوله وإذا كان ونطلع فاصل مساء الخير يا دكتور لو سمحت بسأل على ابني عنده خمس شهور شعره ابتدى يخف من الناحية اللي بينام عليها هل أحط له زيت جرجير ولا أعمل إيه طيب الموضوع ده بيحصل يعني ناخد الحكام الأول الطفل هو نايم المنطقة اللي بينام عليها يا مثلا لو بينام على جنبه الشمال أو بينام على جنبه اليمين هل طبيعي إنه يحصل إن شعره يخف شوية في المنطقة دي آه يعني ده طبيعي آه طبيعي مش بس كمان الشعر اللي بيخف أو بيقل شوية ده كمان ممكن مكان النوم نفسه المكان بقى في الراس نفسها نلاقي المنطقة دي في الراس نلاقيه زي ما يكون دخل الجوة شوي ودي حكمة من عند ربنا سبحانه وتعالى إن عظام الأطفال بتكون مرينة عن عظامنا يعني وعظام الجمجمة كمان ولو فكرته شوية هتلاوه مثلا في أثناء عملية الولادة المرونة دي هي اللي بتسهل إن الطفل يتولد خلاص؟ طيب هل بقى زيت الجرجير مفيد في الحالة اللي زي دي؟ هنطلع بقى الفاصل نعمل بقى ساسبينسا هنطلع لفاصل ونرجع نجاوب على هذا السؤال بس خليكم فكرين السؤال قوي قوي يحكى أنه مازال متواصل خليكم معاني أهلا وسهلا بحضراتكم في القسم الثالث والأخير من حلقتنا النهاردة المخصصة للأسئلة ومش هي بس الحلقة بتاعة النهاردة لكن الحلقة الجاية والحلقة اللي بعديها كمان علشان ما حدش يزعل بقى خلص قبل الفاصل كنا بعرضنا سؤال أم بتسأل بتقول ابنها عنده يعني شهور ومشتر مكان النوم بتاعه لما بينام يعني الحتة اللي بينام ناحيتها الشعر بيتساقط وهي بتسأل هل ده طبيعي ولا لأ وجاوبنا عليها وبعاين بتقول أحط له زيت جرجير ولا لأ طيب خلينا نقول إيه يعني هل زيت الجرجير مفيد للشعر الإجابة أيوة طب هل هو بنحتاجه في العمر ده الإجابة لأ هقول لكم ليه تساقط الشعر عملية طبيعية يعني وأنا هنا بأتكلم على سواء حصل التساقط ده في أماكن عادية من الرأس سواء عند الأطفال الولاد أو البنات أو في الأماكن اللي الطفل بينام ناحيتها بس تساقط الشعر ده عشان بس نبقى برضو متفقين يعني مش لدرجة إنه هيبقى فيه مكان من غير شعر فاهمين قصدي يعني الموضوع إن الشعر بيتساقط مش بيقع بالكامل خلاص سقوط الشعر على فكرة حاجة حلوة يعني مش حاجة مش قصدي حاجة حلوة هقول لكم معناها بداية ظهور شعر جديد يعني نشاط صحي من بويسلات الشعر يعني لما الشعر بتقع ده معناها إن فيه شعر جديدة طلعت أو هتطلع لسه في الجزور وهتطلع تمام؟ يبقى إحنا استخدام زيت الجرجير مش مفيد خالص في هذا الموضوع تمام؟ أقول لكم كمان بقى بالمناسبة لازم نعرف إن شامبو الشعر اللي بنستخدمه للأطفال لازم يكون خالي من الصبغات خالي من البرابين مادة اسمها البرابين خالي من مادة اسمها الصالفيت وعشان كده لما نشتري أي شامبو خاص بالأطفال وحتى الكبار اهتموا قوي لأن كل الشركات دلوقتي بتتنافس إنهما يكتبوا المعلومات دي بره يقول لك زيرو صالفيت زيرو برابين زيرو داي يعني فاهمين قصدي الحاجات الشامبو مفروض ما يبقاش فيه صبغة ما يبقاش فيه برابين ما يبقاش فيه صالفيت كمان كريمات الشعر مش مطلوبة للأطفال وأنا هنا بتكلم بقى بصفة عامة يعني عن الأمهات اللي عندهم أطفال مثلا بنات بيبقوا عايزين يهتموا بشعرهم الكريمات مش مطلوبة خالص لأطفال الصغارين يعني سواء بقى كريمات العناب الشعر أو كريمات فرد الشعر أو الكريمات اللي هي بديل الزهر كل ده مش مطلوب خالص للأطفال مطلوب فقط العناية بالشعر مش إن إحنا نغير طبيعته خلق مش إن شعر كرلي عايزينه يبقى ناعم أو شعر ناعم عايزينه يبقى كده مش مطلوب ده خالص ولازم نخلي بالنا من الفتحات بتاعة الراس الفتحة الأمامية والخلفية أنا بتكلم عن الأطفال بقى الصغارين خالص التعامل كمان لازم يبقى بحكمة مع الحاجات دي ولازم نتعامل بحكمة برضو مع حاجة تانية القشرة بتاعة الشعر في أطفال كتير أو بيبقى عندهم قشرة فالقشرة ده بيقع لوحده عشان تبقوا عارفين حتى لو كان مساحته كبيرة بيقع لوحده طيب متدايقين منه أو متدايقين من شكله بنعمل إيه؟ ممكن نجيب في مستحضرات بسيطة جدا زيوت كده للأطفال وزيت الزيتون كمان بيبقى مفيد قوي إحنا بنجيب حاجة بسيطة خالص ونحطها على أطراف أصابعنا ونقعد ندلك كده راس الطفل في المنطقة اللي فيها القشرة ببساطة شديدة جدا وبعدين بنشطف بقى بأدينا كده بنشطف بقى ياسي كده إنما غلط جدا جدا إن أم تيجي تروح عاملة مثلا إيه؟ تحاول تطلع القشر ده بالدفر غلط جدا الحكاية دي غلط كبير لأن دفر حضرتك مهما تهيقلك إنه هو متساوي ولطيف والحاجات دي كلها جلد الراس عند الأطفال رقيق جدا فممكن تعملي حاجة اسمها abrasions يعني تعملي جروح حتى ما تتشافش بالعين يعني أنت تعادي تكحتي كده القشرة عايزها تطلع فتقوم يتجرخي راس الطفل فاهمين قصدي؟ اوعوا تعملوا الحركة دي خلاص برضو إحنا بشكل عام يعني بنقول بقى كل المعلومات الخاصة أو أسئلة كتيرة عن الشعر هو إمتى الطفل يحلق الولد يعني إمتى الطفل الولد يحلق أول مرة الإجابة لما شعره يطول هي دي الإجابة على فكرة بس في ناس يقول لازم لازم بعد سنة لا مش لازم أدروا شعره طول قبل السنة في أطفال بتتولد ببقى شعرات يعني كتير طيب جات السنة وشعره لسه خفيف ما يحلقش برضو وهكذا تمام في عادة كده برضو أعيز أختم كلامي في الموضوع ده إن في عادة كده مش عارف كتير أهم الأمهات بهم يعملوها يعني انتشرت فعلا إن في أمهات وأنا بقول أمهات لأن لما برجع بالفحص والتطقيق بلاقي إن اللي بيعمله الحكاة دي أمهات يعني ما بيبقاش قرار الأب بيبقى قرار الأم إنها لما يبقى عندها طفل ولد عايز أطوله شعره شوي عشان يبقى شكله يعني تعمله يعني هي فاكرة إنها بتعمله ستايل أو بتعمله حاجة يعني هيئة حلوة يعني أو شكل حلو أنا عايز أقول لكم الموضوع ده وحش من ناحية نفسية سواء كان في مرحلة ما قبل الحضانة أو مرحلة الحضانة أو مرحلة بداية المدرسة أنا عايز أقول لكم الموضوع ده وحش هقول لكم ليه في ناس ممكن لو تفتكر الطفل ده بنت أنا شفت أطفال ولاد يعني مطول لهم شعرهم بطريقة غريبة جدا فالطفل بيبقى يعني إحنا بنبقى فاكرين عادي فتلاقي إنه ممكن ناس مش لازم في الحضانة ولا في المدرسة ده ناس في مكان في محل بتاع يتعاملوا مع الطفل على إنه بنت ده خطأ كبير أول خطأ إن الطفل يعني الناس تتعامل معاه وتظن فيه إنه هو بنت الطفل بيبقى مشوش وبعد كده خصوصا بقى لما هو في السن ده بيبقى عارف البنات فبيبقى بيحس إنه هو ممكن يكون منتمي ليهم انتوا فاهمين قصدي خلوا بالكم الحكاية دي أول تفاصيل الصغيرة دي خلوا بالكم منها أول كمان في عادة بيعملوها بعض الناس لسه الحقيقة حكاية إنه هما يحلقوا الشعر على الزيرو عشان يطلع تقيل دي عادة سخيفة وخطر وغير صحية وتدمر بويصلات الشعر يعني بيكون فيه عرضة وطبيعي إنه الحل الأوي ده يروح مطلع شعر تقيل ما طبيعي لإنه هو بيبقى إحنا بنجيب كل الشعر بقى كله من الجزور فبلاش لو سمحتوا الحكاية دي من فضلكم كمان فيه أخطاء في التعامل مع شعر البنات تحديداً فيه تيوك ما بتبقاش مناسبة خلوا بالكو فيه تيوك بتقطع الشعر بتقطع الشعر حرفياً يعني طريقة التسريح الشعر تلقوا الأمات كده تروح جايب الشعر البنت ورا فيخف من قدام حتى الأمهاتنا ويقولوا يتنحل صح كده؟ ليه؟ بالراحة يعني مش لازم تشدوه كده قوي لورا وكمان فيه أماتي تلاقي عندهم أطفال بنات سؤالين كده ويقولك هاخدها معايا الكوافير غلط برضو غلط كبير سيبوا الأطفال في حالها والنبي سيبوهم في حالهم تمام كده؟ يلا ناخد السؤال بعد كده سلام عليكم بنتي عندها 14 سنة وإحنا دلوقتي في أجازة وبتقول لي عاوز أعمل تان برونزي زي صاحبتها وأنا مش عارف أقول لها إيه طيب حضرتك قولي لها الكلام اللي هرد بي دلوقتي على سؤالك الحقيقة الهوز بفكرة التان البرونزي ده في الفترة الأخيرة بقى حاجة كبيرة جدا جدا بقى فيه هوس فعلا يعني مانيا مانيا يعني باللغة الإنجليزية اللي هو الهوز وتحس إن الناس بقتعمل كده عشان له إثبات إن إحنا كنا في مصيف إثبات إن أنا بلبس مايو مثلا أنت فاهمين قصدي؟ على فكرة أنا بتكلم بكل الأعمار أنا بتكلمش بس على الأطفال الصغرين أو المراهقين يعني فيه ناس كده بتبقى مركزة قوي إنه 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 إن أنا عايز لوني يتغير أنا عايز لوني يتغير ليه بتعملوا كده؟ فألوق يقول له عشان أما الناس هتعرف إن أنا صيفت إزاي أما الناس هتعرف إن أنا بلبس مايوز إزاي أما الناس هتعرف إزاي إن أنا قعدت فترة طويلة وكأن ده يعني يعني شكل من أشكال الوجاهة الاجتماعية وشكل من أشكال التباعي وهكذا بالمناسبة يعني على الماشي برضو في حاجات كده الواحد بيشوفها أنه فيه سيدات وفتيات وبنات بالحقيقة بيحطوا كميات ميكب وهم عاديين في الشمس غريبة الشكل وعايز أقول لكم أن ده خطأ جدا على الجلد يعني أنا مش عارفهم بيعملوا كده ليه أنتوا أكيد عندكم أسباب يعني بس أنا بقول لكم آن كانت هذه الأسباب هي لا تساوي قدر الخطورة اللي أنتوا بتعرضوا لها بشرتكم لأنه مستحضرات التجميل لما بتتحطى على الوجه بالكسافة دي في درجات الحرارة دي في الشمس دي خطر جدا تمام بشكل عام أنا بقيت أحس أن الناس في موضوع المصايف أو موضوع الحاجات دي بقى عندهم التركيز على التباهي أو الاستعراض أكتر من فكرة أو مفهوم الاستمتاع بالأجازة نفسها نرجع للسؤال الحقيقة أنا مش عارف بأنت حضرتك يا بتقول عايز تعمل تان بس مش عارف هي عايز تعمل تاني ازاي يعني انها تقضي وقت طويل في أشياء الشمس فلونها يتغير زي ما قلنا في أول سؤال في الحلقة ده له مخاطر ضربة الشمس وجفاف الجلد وهكذا ولا هي عايزة تعمل تاني عن طريق وسائل تانية هتكلم عنها دلوقتي حالة نهو ودي لها برضو مخاطر أكتر بكتير بقى من ان احنا نقض في الشمس يعني كل الحاجات خطر بس فيه وسائل بيغيروا بيها لون الجلد محاولة تغيير لون الجلد إلى اللون الداكن أو اللون البرونزي بيؤدي بشكل مباشر إيه لا قولي لها بقى الشيخوخة المبكرة للجلد بعد شر عليكم كلكم بس لازم تعرفوا الحاجة اللي انتو عايزين تعملوها دي عشان الصور وعشان الفيديوهات وعشان الحاجات دي كلها خدوا بقى المخاطر الشيخوخة المبكرة للجلد تزايد فرص الإصابة بأنواع مختلفة من سرطنات الجلد إمكانية حدوث حروق في مناطق مختلفة من الجلد من الأثار السلبية برضو لمحاولة تغيير لون الجلد إلى اللون البرونزي حدوث تجعود الجلد يعني إن الجلد يكرمش ظهور الخطوط السوداء عليه زيادة كسافة الطبقات الخارجية من الجلد يعني الجلد يدخن وظهور النمش وزي ما قلت لكم من شوية كل الطرق اللي السيدات والبنات والشباب بيعملوها علشان يدل نفسهم اللون البرونزي ده كل الطرق غلط وغير آمنة من فترة زمان يعني من فترة كده كانوا بيحطوا على الجسم مشروبات كحولية ويعودوا في الشمس عشان تتفاعل بقى على الجسم فيقوم يحصل اللون ده بعد كده ظهرت كريمات غلط برضو بعد كده ظهر مستحضرات سائلة لوشنز كده عبارة عن بعض التركيبات الكيميائية بعد كده بقى فيه استخدام لأنواع مختلفة من الزيوت زيوت كتير اقوى بتستخدم في الموضوع ده منهم زيت جوز الهند بالمناسبة زيت جوز الهند مسلا مفيد للشعر لكن مضر للجلد مفيد للشعر لكن مضر جدا للجلد بعد كده ظهر بقى حقيقة يعني حاجة اسمها الكبائن او الكبائن التسمير يدخلوا في جهاز كده او سلاير التسمير يعني خلاص وكمان ظهرت بعض انواع لقراس يعني بياخدوا قراس زي الأدوية كده كل اللي انا قلته دلوقتي مش انا اللي بقول العالم كله العالم الطبي المحترم حذر منه واعلن مخطره واعراضه الجانبية الشديدة الميلانين يا جماعة اللي تكلمنا عنه في بداية الحلقة اللي بيدي اللون لجلدنا مادة مهمة لجسم الانسان وتصنعها داخل الجسم بيتم بقاليات معقدة جدا العملية دي اسمها ميلانوجينيسيز وهي عبارة عن حدوث عملية أكسادا لحمد أميني معين اسمه تايروسين بعدها بيحصل له حاجة اسمها وحتى الميلانين اللي الجسم بيصنعه ده بيكون تلات انواع يعني كلنا عندنا تلات انواع من الميلانين حاجة اسمها ايو ميلانين فيو ميلانين نيورو ميلانين والخلل في انتاج الميلانين بيؤدي لإيه حاجة اسمها القلبينو اللي هم أعداء الشمس ودول بيكونوا معرضين لأمراض كتير قوي مرض البركنسون عارفين اللي هو الشلل الرعاش ده نتيجة خلل في إفراز الميلانين العصبي اللي هو نيورو ميلانين البهاق وده بتبقى بقع بيضة كبيرة الحجم الكلف وده بيحصل أحيانا في الحمل وأحيانا في التعرض للشمس بدون وقاية وفيه أبحاث دلوقتي بتثبت علاقة نقص الميلانين بضعف السمعة أو حتى فقدانه يبقى المنطق إيه أنا ليه بقولت كده المنطق هو إن إحنا نسيب الجلد في حاله نحافظ على الجلد نحافظ على صبغة الميلانين مش إننا نضرها أو بالبلد كده نلعب فيها أو نلعب في التكوين الوظيفي لها هاختم كلامي مع حضراتكم بنصايح للحفاظ على جلدنا بشكل عام هي إن إحنا أولا نبعد عن التصرفات دي خلاص اللي اتعرض للجلد ده الخطر تاني حاجة الموضوع التان ده كلمنا فيه وموضوع مساحيق التجميل أو مستحضرات التجميل لازم نشرب مياه كتير في الصيف لازم نهتم بعلاج أي منطقة في الجلد فيها التهاب عشان المناطق دي ما تبقاش نوع الضعف لازم نبعد عن الأدوية أو أدوات التجميل أو الأطعمة أو الإكسسوارات الإكسسوارات اللي ممكن تسبب حساسية للجلد الملابس القطنية أو الكتان هما أكتر حاجة مناسبة للجلد وكمان نبعد عن استخدام المبيضات والكلور في الغسيل لأن ده ممكن يعمل حساسية للجلد وأخيرا نهتم بأن احنا نمد جسمنا بالمواد الغذائية اللي بتحتوي على فيتامين ألف أو فيتامين A خلصت حلقتنا النهاردة حلقتنا الأولى من حلقات الأسئلة إن شاء الله نلتقي معاكم الأسبوع الجاي وحلقة أسئلة جديدة وأسئلة جديدة من حضراتكم إن شاء الله نشوفكم على خير الأسبوع القادم سلام عليكم